هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعاية ولاية كيرلا بجمهورية الهند مساء أمس بعد زيارة التقى خلالها بمعالي السيد شيري أومين شاندي الوزير الأول لولاية كيرلا وعدد من كبار المسؤولين والفعاليات الاقتصادية والتجارية وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار كوتشين الدولي عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وسفيراء البلدين الصديقين وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والتجارية وصرح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى لدى مغادرته قائلا سعدت كثيرا بزيارة ولاية كيرلا بجمهورية الهند الصديقة ونوجه الشكر لشعبها لعطائه وإسهاماته في مملكة البحرين ولما استقبلنا به من حفاوة وترحيب عكس ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة وتقدير لدى الشعب الهندي الصديق وأشهد سموه كذلك باهتمام ولاية كيرلا بزيادة ارتباطها الاقتصادي والاستثمار مع مملكة البحرين وتوفير كافة التسهيلات من الجانبين لنمو الاستثمارات في مختلف القطاعات مؤكدا سموه أن المستقبل يعيد بآفاق أرحب للتعاون الثنائي والاستفادة انطلاقا من الاتفاقيات الموقعة بين البحرين والهند وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التطلعات المرجوة وتمنى سموه لولاية كيرلا كل التقدم وتحقيق المزيد من النمو والازدهار موسيقى